اشتركوا في القناة شرحنا الدرس هذا في فيديو خاص بالصبورة ودرنا فيديو ثاني كيفية استخراج المضاعفات وشرحنا الدرس في الكتاب المدرسي واليوم راح نشرحوه ونحلو تمارين كتابة ناشطة لذلك حتى يفهم التلميذ مليح هذا التمارين ويفتحها وهو فاهم لابده أنه يشاهد الفيديو الأول تعشرح الدرس اللي شرحته بالصبورة ما معنى علاقة حسابية ما معنى مضاعف علاقة المضاعف بنضرب والقسمة ويشاهد الفيديو الثاني كذلك كيفية استخراج المضاعفات ولا قواعد استخراج المضاعفات مهم هذاك الفيديو بعد ذلك بيقدر يفتح تلميذ يفتح تمارين هذا لأنه هذا تمارين شوية صعبة معاقدة خاصة التمارين الثاني والثالث طيب وهنا معدناش وقت بنا نشرحه وقاعدة ونشرحه كذا راح نحلو التمارين مباشرة طيب نبدأ بالتمارين الأول أكتب خمس مضاعفات لكل من الأعداد اثناني والثلاثة والأربعة والخمسة طيب لما نقول مضاعف رقم هي الأعداد الموجودة في جدول الضربة تعه حاجة سهلة ما نديروش أعداد كبيرة مضاعفة الاثناني هي الأعداد الموجودة في جدول الضربة تعه اثناني معناه مضاعفة الاثناني هي اثناني اربعة ستة ثمانية عشرة اثنى عشر اربعة عشر ستة عشر ثمانية عشر في كل مرة نزيد زود عشرون اثناني وعشرون اربعة وعشرون ستة وعشرون ثمانية وعشرون في كل مرة نزيد زود وهكذا إلى ما لا نهاية نقعد فيك مرة مرة نزيد هذا الأعداد كامل هي مضاعفة الاثناني ونسميها القاسم المشترك للإثناني ونسميها حاصل ولا ناتج ضرب الإثناني في عدد طبيعي آخر مثلا 24 هي ضرب إثناني في 12 28 ضرب إثناني في 14 نسميها مضاعفات نسميها قابل القسمة ونسميها حاصل ضرب الإثناني في عدد طبيعي آخر طيب هذه الإثناني الثلاثة نفس الشيء مضاعفات الثلاثة هي الأعداد الموجودة في جدول الضر بتاع ثلاثة في كل خطوان ستة ثلاثة ثلاثة ستة تسعة اثنى عشر خمسة عشر ثمانية عشر واحد وعشرون اربعة وعشرون سبعة وعشرون ثلاثون ثلاثة وثلاثون ستة وثلاثون تسعة وثلاثون وهكذا في كل مرة نزيد ثلاثة هذا الأعداد كامل موجودة في جدول الضر بتاع ثلاثة وهذا الأعداد كامل هي مضاعفات الثلاثة وهذا الأعداد كامل هي قابل القسمة لثلاثة تقبل القسمة على ثلاثة وهذا الأعداد كامل هي ناتج ضرب ثلاثة في عدد طبيعي آخر نفس الشيء في الأربعة روحوا للأربعة مضاعفات الأربعة هي الأعداد الموجودة في جدول الضرب بتاع أربعة ربعة ثمانية اثناش ستاش عشرين ربعة وعشرين ثمانية وعشرين اثنين وثلاثين ستة وثلاثين ربعين ربعة وربعين في كل خطوة نزيد أربعة ربعة وربعين ثمانية وربعين هذه هذا الأعداد كامل هي مضاعفات الأربعة طيب خمسة خمسة سهلة في كل خطوة نزيد خمسة نبدأ وما الخمسة خمسة عشرة خمستاش عشرين خمسة وعشرين ثلاثين خمسة وثلاثين ربعين وهكذا في كل مرة نزيد خمسة وهكذا هذا الاعداد كامل هي مضاعفات الخمسة وهي قابل قسمة تقبل قسمة على خمسة وهي ناتج ضرب خمسة في عدد طبيعي نفس الشي عشرة جدول الضرب عشرة عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون مئة مئة وعشرة مئة وعشرون في كل مرة نزيد عشرة في كل مرة نزيد عشرة هذه هي مضاعفات العشرة طيب نروحوا التمرين الثاني أكمل بتعيين المضاعفات المشتركة طيب باش تفهم التلميذ المضاعف المشترك لازم يشاهد الفيديو اللي قلت عليه الفيديو الأول والثاني كامل رام فيه دروس رام فيه قائمة عدنا قائمة دروس الرياضيات وعندنا دروس وعندنا شرح شرح تمارين الكتاب المدرسي المهم في التمارين في الدروس كينزوج فيديوها فيديوها شرحت فيها الدرس بل بالصبورة وفيديو آخر كيفية استخراج المضاعف طيب شرحت المضاعف المشترك أكمل بتعيين المضاعف المشترك مضاعفات المشتركة المطلوبة لكل عددين من بين الأعداد الآتية عدنا هذا الأعداد لاحظ 12 36 55 62 72 100 186 240 64 66 420 600 هذا الأعداد والراهي الأعداد اللي منها وتكون مضاعف للثلاثة وربعة في نفس الوقت ثلاثة وربعة في نفس الوقت طيب نبدأ 12 12 مضاعف للثلاثة والأربعة في نفس الوقت طيب 36 كذلك مضاعف للثلاثة والأربعة في نفس الوقت 60 52 240 266 420 600 هذه الأعداد هي من المضاعفات الثلاثة والأربعة في نفس الوقت عندنا 12 36 62 24 366 مئة أربعة ومئة وعشرون وستمئة هذه الأعداد كلها مضاعف ثلاثة والأربعة في نفس الوقت وما عدناش الوقت بنشرحه أكثر وكيفه لازم يراجع الفيديو لدرناه لأنه يحتاج إلى وقت أكبر طيب مضاعفات ننجل الحل فقط المضاعفات المشتركة للعددين أربعة وخمسة ورهي الأعداد اللي هي مضاعفة للأربعة والخمسة في نفس الوقت عندنا أولا الستون وعندنا المئة وعندنا مئتين وأربعة وعندنا أربعة ومئة وعشرون وعندنا ستمئة هذه الأعداد اللي هي من مضاعفات الأربعة والخمسة في نفس الوقت نعودها ستون مئة مئتين وأربعون أربعة ومئة وعشرون وستمئة مضاعفات الثلاثة والخمسة في نفس الوقت مضاعفات الثلاثة والخمسة في نفس الوقت في هذا الأعداد هي عدنا الستون عدنا المئتين وأربعون عدنا أربعة ومئة وعشرون وعندنا ستمئة نعود مضاعفة الثلاثة والأربعة في نفس الوقت عدنا الستون مائتين وأربعون أربعمائة وعشرون والستمائة طيب مضاعفة الثلاثة والأربعة والخمسة في نفس الوقت هي ستون مائتين وأربعون أربعمائة وعشرون وستمائة ستون مائتين وأربعون أربعمائة وعشرون وستمائة طيب نروحوا لتمرين الثالث التمرين الثالث يريد فلاح بيع البيض بعد وضعه في علب في علب ولا لبلاطو كما نقول في علب من ثماني بيضات أو اثنى عشر بيضة عنده لبلاطو عنده نوعان لبلاطو لبلاطو تاع ثمينية ولبلاطو تاع ثناش عند وضع كل البيض يحط البيض كامل تبين له أنه بإمكانه ملء أطباق كاملة دون أن تبقى أي بيضة معناه عمر كامل لبلاطو كامل الأطباق بلا ما يبقى البيض بدقاش حباء ولا زوج وحدا عمرهم كامل عدد البيضات محصور بين 300 و 330 قال لك شعال عدد البيض الآن سؤال هذا التمريض شوية صعب هذا يحتاج إلى تركيز كبير من المعلم ومن الأستاذ ومن التلميذ كم جمع الفلاح من بيض أنا قال لك شعال عدد البيض هذا لداره في لبلاطو وهذا وهذا لبلاطو عنده دو موديل عنده نوعان عنده تاع ثمينية وعنده تاع ثناش شعال عدد البيض بحيث يكون عدد البيض محصور من 300 و 330 طيب عدد البيض هو عدد البيض بين 300 و 330 عدد البيض هو 312 312 312 لأنه هو المضاعف المشترك بين الثامنية والإثنى عشر هنا راح نحوسع المضاعف المشترك معناه نخرج مضاعفة الثامنية كامل إلى غاية الثلثمية و 130 ونخرج مضاعفة المضاعفة الثلاثنى عشر حتى الثلثمية و 130 ومبعد ذلك نشوف وراه العدد ليشتركوا فيه مضاعفات الثامنية والإثنى عشر في نفس الوقت نصيب اللي هو العدد 312 فهمنا؟ نخرج مضاعفة الثامنية كامل إلى غاية الثلثمية و 12 ولا الثلثمية و أكثر من الثلثمية و 12 ونخرج مضاعفات الثلاثنى عشر 12 و 24 نقود نزيد الثلاثنى عشر إلى غاية الثلثمية و 12 وبعد ذلك وراه العدد اللي يشتركوا فيه مضاعفات الثامنية مع مضاعفة الثلاثنى عشر نصيبوا باللي هو 312 إذن عدد البيض الذي جمعه الفلاح هنا هو 312 عليه لأنه 312 هو المضاعف المشترك بين الثلاثمية والاثنى عشر طيب نروحوا التمرين الرابع 84 استلم تاجر كمية من التفاح لعرضه للبيع يمكن أن يملأ بكل التفاح صناديق من 6 أو 8 أو 9 تفاحات دون أن تبقى أي تفاحة عنده صناديق تحمل 6 حبات وعنده صناديق تحمل 8 حبات وعنده صناديق تحمل 9 حبات قال لك يملأ جميع الصناديق هذا الصناديق دون أن تبقى أي تفاحة كما قلنا سابقا إذا كان عدد حبات التفاح محصور كيف كيف نفس التمرين لكن غيروا داروا التفاح محصور بين 700 و 750 تفاح ما هو عدد حبات التفاح التي استلامها التاجر هنا شا ندير نخرج مضاعفات الستة ومضاعفات الثمانية ومضاعفات التسعة كامل إلى غاية 750 بعد ذلك نشوف وراه المضاعف المشترك بين الستة وثمانية والتسعة إذن عدد التفاح ولا عدد حبات التفاح التي استلامها التاجر هي 720 720 720 وقال لك ما بين الـ 750 عدد حبات التفاح هو 720 لا لأن 720 هو المضاعف المشترك بين الستة والثمانية والتسعة كيفاش عرفنا؟ قلنا نخرج مضاعفات الستة كامل من الستة حتى الـ 750 مضاعفات الثمانية كامل من الثمانية حتى الـ 750 مضاعفات التسعة كامل من الـ 9 حتى الـ 750 بعد ذلك نحوص وراه العدد اللي يشتركوا فيه مضاعفات الستة والثمانية والتسعة في نفس الوقت نصيب باللي هو الـ 720 720 هو المضاعف المشترك بين الستة والثمانية والتسعة والمحصور بين السبعمائة والسبعمائة وخمسون إذن عدد حبة التفاح هو سبعمائة وعشرون الروح الأبحث أبحث كذلك شوية صعيبة تحتاج إلى تركيز كبير يملك أمين ستة وثلاثين سيارة صغيرة عنده ستة وثلاثين سيارة طيب يريد وضعها كلها في رفوف رح يديرها في ضفوف في رفوف ديرانجي كما نقول في رفوف خزانة رفوف تأخيزانته بحيث يضع نفس عدد السيارات في كل رف يضع نفس العدد في كل رف من الرفوف المستعملة اكتب كل إمكانيات ترتيب السيارات ما هي الإمكانيات المحتملة اللي يديرها لوضع السيارات في الرفوف عندنا الإمكانية الأولى الإمكانية الأولى أنه يكون عنده رف واحد رف واحد ويضع فيه جميع السيارات 36 سيارة رف واحد لاحظ يضعهم كامل في رف واحد ويقال لك بشرط أنه يكون جميع الرفوف متساوية نفرضه رف واحد معناه يحط كامل 36 36 في رف واحد طيب الاحتمال الثاني يكون عنده رفين زوج الرفوف هنا يقسمهم 18 و 18 18 في رف و 18 في رف بيولوا الرفوف متساوية طيب إذا كانوا رفين طيب إذا كانوا ثلاثة رفوف رفوف إذا كانوا ثلاثة رفوف يضع 12 في كل رف 12 و 12 و 12 يقولوا 36 هو أقل لك بشرط يكون الرفوف متساوية باش نتفهم ثلاثة رفوف يحط 12 في رف و 12 في رف و 12 في رف طيب احتمال كانوا أربعة رفوف أربعة رفوف يحط في كل رف بحيث يكونوا متساوية يحط 9 9 في رف وتسعة في رف وتسعة في رف يقولوا كامل 36 والرفوف راي متساوية طيب احتمال أنه عنده خمسة خمسة ما تخرج خمسة ما تخرج روحوا الستة ستة رفوف احتمال عنده ستة رفوف ستة رفوف يحط في كل رف ستة سيارات ستة وستة 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 ست مرات باش تخرج من 36 طيب سبعة ما تخرج سبعة رفوف ما تخرج ثمانية رفوف ما تخرج تسعة رفوف تخرج احتمال عنده تسعة رفوف لاحظ احتمال عنه تسعة رفوف احتمال תسعة رفوف يحط في كل رف اربعة على انه ربعة في تسعة 38 ربعة 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 تسعة مرات اذا كان تسعة رفوف طيب عشر ما تخرج حداش ما تخرج اثناش تخرج اذا كان فيها اثناش رف الخزانة دي فيها اثناش رف اثنائع عشر رف يحط في كل رف ثلاث سيارات طيب 18 رف 13 مكاش 14 مكاش تخرج في الثمانية عشر رف إذا كانت هذا الخزانة فيها ثمانية عشر رف إذا كانت فيها ثمانية عشر رف يحط في كل رف سيارتان زود سيارات في كل رف من 18 رف 12 في 18 36 ويخرج الرفوف متساوية طيب الآن إذا كان عنده 36 رف خزانة فيها 36 رف يحط في كل رف سيارة واحدة في كل رف سيارة واحدة بتخرج الرفوف متساوية ويولي المجموعة 36 هذه الاحتمالات كلها احتمالات معناها احتمال يكون عنده رف واحد يحط 36 كاملة رفين 18 18 ثلاث رفوف 12 12 12 أربعة رفوف 9 9 9 9 ست رفوف يحط 6 في كل رف 6 6 6 6 مرات أنه 6 في 6 36 طيب بعد 6 تجي 9 9 رفوف أربعة في كل رف أربعة في تسعة ثمانية وتلاثين 12 رف يحط 3 3 في كل رف 18 رف يحط 2 في كل رف تخرج 2 في 18 36 احتمال عنده 36 رف الخزانة دي في 36 رف يحط سيارة واحدة في كل رف وهذه ما الاحتمالات كاملة خلاص بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو كذلك الاشتراك في القناة أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ربي وتوب لك والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر